يعاني العراق أزمات متعددة لكن الأزمة الأكثر تأثيراً هي الدور الإيراني في الاستحواذ والسيطرة بكل الوسائل والطرق على الاقتصاد العراقي وأشار خبراء مختصون إلى أن اقتصاد العراق يتعرض اليوم لمؤامرة ضخمة مقبل بعض الشخصيات السياسية الموالية لإيران والتي تسعى لتحقيق مصالحها بالوقوف ضد تطور الاقتصاد الوطني العراقي وفتح المعامل والمصانع بسبب المصانع الخاصة بهم خارج العراق وتحديداً في إيران والتي تسهم بإغراق السوق العراقي بالمنتجات والبضائع الإيرانية وأضافوا أن تلك الشخصيات لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يقف المنتج الوطني العراقي على قدميه من جديد إن الاقتصاد العراقي عموماً بكل إمكانيات الضخمة يعاني من معامرة ضخمة يقوم بها كثير من الناس الذين لهم مصالح ضد من تطور الاقتصاد الوطني وهذه المصالح تتلخص وبوضوح لديهم مصانع خارج العراق وعلى وجه التحديد في إيران هذه المصانع عملية تشغيلها وإنتاجها هي اللي تساهم في إغراق السوق العراقي فلذلك لا يسمحون بأي شكل من الأشكال أن المنتج الوطني يقف على قدميه أو المصنع العراقي يعيد أنفاسه من جديد ومع محاولات إيران يبقى الاقتصاد العراقي مقيداً بسبب الفساد المتفشي والبنية التحتية التي عفى عليها الزمن ونقص العمالة الماهرة والقوانين التجارية القديمة تعوقوا للثثمار وتستمر في تقييد نمو القطاعات الخاصة غير النفطية وفي هذا الإطار طلب عدد من أصحاب المعامل السلطات والحكومة العراقية بمعالجة الأمر وتقديم حلول سريعة للوقوف من جديد ورفع الاقتصاد العراقي بالنسبة لدعم الحكومة للمعامل الخاصة مو ضمن المستوى المطلوب بهذا الوقت نحن نتمنى أن يكون الدعم أكثر حتى نقدر نفس المنتوج الأجنبي نطمح من الحكومة أن يكون دعم خاص منه من ناحية الضرائب من ناحية العمال الموجودين لأنه لا يكون دعم من الحكومة بالنسبة من ناحية الإنتاج من ناحية الكهرباء من ناحية الأيد العاملة من ناحية المواد الأولية الموجودة هذا كل ما متوفر ما سنوفر سننافس النفوذ الإيراني والحروب التي طالت داخل العراق أدت إلى تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بينما أعاق الفساد وغياب الإصلاحات الاقتصادية نمو القطاع الخاص شكرا شكرا